نشرة مفصلة من الميادين السلام عليكم وإلى عنوينها أحزاب يمنية ترفض الذهاب إلى جناف للمشاركة في الحوار بصيغته الحالية غارات صعودية على مدن يمنية مختلفة وعشرة الشهداء والجرحة في مجزرة حي بيت معيات في صنعاء الوحدات الكردية تحاصر تل أبيض لتحريرها من سيطرة داعش وتركيا تمنع ألاف النازحين الهاربين من المدينة من عبور الحدود وقمة أفريقية في جوهانسبورد تبحث انسحاب دول الاتحاد من المحكمة الجنائية الدولية والبشير يتحدى قرار المحكمة قرر وفد الأحزاب اليمنية في الداخل عدم المشاركة في محادثات جناف اللحظات الأخيرة احتجاجا على الصيغة المطروحة وقد غدرت طائرة تابعة للأمم المتحدة مطار صنعاء بعد تخلف ممثلي قوى الداخلي وأحزابه باستثناء الحزب الاشتراكي أحمد عبد الرحمن المترجم للقناة الغموض يكتنف مصير مشاورة جينيف مع بدء العد التنازلي لموعدها أحزاب يمنية دعت إلى تغيير الآلية المعلنة لجينيف الحزب الاشتراكي ربط مشاركته باعتماده كمكون مستقل أحزاب أخرى لم تتلقى أي دعوة للمشاركة كالتنظيم الناصري الذي طالب بوقف العدوان قبل الامخراط في أي حوار أن يسبق هذا الحوار وقف العدوان الخارجي ووقف الاقتتال الداخلي وتلبية اختياجات الناس ورفع المعاناة عنهم خلال هذه الفترة نتيجة للأحداث التي تمت مصادر سياسية اتهمت الأمم المتحدة بالرضوخ لضغوط السعودية عبر فرض أجندتها على المشاورات المهددة بالفشل قبل التئامها وقدنا أن الأمم المتحدة على ما يبدو أن هناك ضغوطات كبيرة عليها ما زال المتمر الشعبي العام ينتظر من الأمم المتحدة أن تكون جادة في الحوار وأن يكون الحوار بين القوى السياسية على أساسا يكون في إطار طاولة واحدة في الجانب الآخر يبدو نظام هادي غير جاد في الدخول في مشاورات تسهم في إنهاء الأزمة انطباع جاء بعد ظهور قائمة ممثليه في مشاورات جينيف وخلوها من ممثلي الأحزاب الفاعلة والمؤثرة واقتصارها على شخصيات ليس لها أي تأثير على الأرض أو السياسة وبحسب مراقبين فإن مخاوف أطراف إقليمية من عقد مشاورات جينيف دفعها إلى الضغط لتمرير أجنيدتها خلافا لما أجمعت عليه الأطراف السياسية اليمنية سعيا لإفشاله ودفع أطراف الداخل إلى عدم الحضور أحمد عبد الرحمن صنع الميادين وبعد اتخاذ وفد الأحزاب اليمنية في الداخل قرارا بعدم المشاركة في محادثات جينيف أقر مصدر أممي للميادين بصعوبة عقاد الحوار اليمني على أن يبقى احتمال تأجيله واردا موسى سرور يبدو أن مشكلة تمثيل الوفود المشاركة في مؤتمر جينيف تنذر بنسف الحوار اليمني أو تأجيله مرة جديدة في أفضل الأحوال فبالرغم من موافقة الأمم المتحدة رعية الحوار على رفع التمثيل إلى عشرة أشخاص لكل وفد إلا أن وفد صنعاء لم يصل بعد إلى جينيف ولن يصل غدا أيضا بحسب ما أكدت مصادر في الأمم المتحدة للميادين سبب معوقات هي أمور واضحة أن هناك أجندات للعدوى السعودي وبالتالي وضع شروط تعجيزية لهذا الحوار منها المبادرة الخليجية التي تعتبر أنها انتهت بحلول العدوان على اليمن واليمنين وكل تلك المجازر بينما التمثيل الذي جاء من الرياض هو لا يمثل الشعب اليمني بينما يمثل العدو السعودي الذي يقتل كل اليمنيين ويدمر اليمن ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ أول الواصلين إلى محادثات السلام وفد الرياض الممثل الرئيس عبدربو منصور هادي المسرع لأن يطلق على هذه المفاوضات مشاورات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الوضع الصحي في محافظة تعز مأساوي جدا حسب ما شاهدناه في الأسبوع الأخير تكاد جميع المشتشفيات مغلقة بإما بعدم توفر المشتقات النفطية أو الوضع الأمني أتمنى من مؤتمر جنيف المتحاورين فيه أن يخرجوا بوضع حقيقي وقذري لحل الأزمة ومعرفة معاناة الناس في اليمن محادثات السلام اليمنية التي تأجلت ثلاث مرات لفقدان التوافق بين الأطراف اليمنية المتصارعة تسعى الأمم المتحدة إلى خرق نافذة في جدار الحرب من خلال البحث عن نقاط مشتركة قد تكون الهدنة الإنسانية أقصى طموحات الجولة الأولى من المباحثات بين أطراف الصراع في اليمن تباعد الأطراف اليمنية المتصارعة يجعل من التفاوض في جنيف أمرا صعبا لكن إصرار الأمم المتحدة على إنجاز هدنة إنسانية قد تفتح الباب لحل يخرج اليمن من دائرة الاستهداف لهذه الحرب المدمرة مستصر جنيف الميادين إلى ذلك باتت الأجواء أو الإجراءات اللوجستية للحوار جاهزة في قاعتين مفاصلتين في جنيف في قاعتين منفصلتين يتحاور اليمنيون عبر المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي سيتجول خلال الأيام الأولى بين الوفدين تمهيدا لجمع الطرفين في قاعة واحدة طموحات الأمم المتحدة تبدو متواضعة جدا ففي المرحلة الأولى بحسب أوساط أممية سيجري التركيز على هدنة إنسانية طويلة الأمد ربما طوال شهر رمضان المبارك قبل الدخول في المرحلة الثانية مرحلة مفاوضات الحل السياسي ليس هناك أي حل عسكري لهذه القضية الحل الوحيد هو حل سياسي أن التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف لوقف القتال وتوفير المعونة الإنسانية لكل المحتاجين في اليمن الركائز الثلاثة هم قرارات مجلس الأمن وولهم 22-16 الحوار الوطني مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة لمجلس التعاون الخليجي هذه هي الركائز الثلاثة ومع انطلاق المشاورات اليمنية رسالة من منظمة الصحة العالمية تتمنى النجاح وتشرح الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني الوضع الصحي العام في اليمن انحدر كثيرا منذ بداية الصراع عدد كبير من الأطفال تحت سن الخامسة لم يتلقوا اللقوحات وهذا يضعهم في خطر الإصابة بأمراض معدية هناك شح كبير بالمياه النظيفة وصعوبة في إيصال المساعدات الطبية نأمل أن تتوصل مساعي السلام لتحقيق استقرار يسمح للجميع بالوصول إلى العناية المطلوبة أوساط الأمم المتحدة ترى أن طريق الحوار اليمني طويلة جدا وأن الجولة الأولى لن تكفي للدخول في عمق الأزمة وستعتبر ناجحة إذا استطاعت بناء أسس لمرحلة تفاوض لاحقة في هذا المقار الدولي سيتحاور اليمنيون لأول مرة منذ هجوم التحالف السعودي لكن من دون الجلوس وجها لوجه واحتمالات النجاح عشية الجلسات الأولى تبدو هزيلة نظرا للتمترس خلف الشروط المسبقة مصعاص جناف الميادين ميدانيا وفي اليوم الثمانين الحرب أغار الطيران السعودي على مدن مختلفة في اليمن ما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير المنازل والمنشآت وارتفعت حصيلة الغارة التي استهدفت منطقة بيت معياد في صنعاء إلى تسعة وستين شهيدا وجريحا يأتي ذلك بعد استشهاد عشرين مدنيا بينهم نساء وأطفال وجرح أكثر من ثلاثين آخرين في غارات التحالف السعودي على صنعاء وصعدة إلى ذلك استهدفت تحالف السعودي قلعة حرم التاريخية في مديرية رزاح بصعدة إضافة إلى مدينة حرط وفي نيويورك خرجت تظاهرة نظمها المركز الدولي للعمل المناهض للحروب والقواعد الأمريكية في الخارج المتظاهرون نددوا بالحرب على اليمن وبدعم الإرهاب واستنكروا أمام شبكة CNN التواطئ الإعلامي مع البنتاجون الإعلام الأمريكي متهم من قبل أنصار السلام الأمريكيين بالتواطئ والتعتيم على كوارث حروب أمريكية تدمر الدول وتهلك الشعوب لذا تظاهر أنصار السلام أمام استوديوهات شبكة CNN في اليورك مستنكرين اليمن هو أفقر الدول العربية يقصف من دون رحمة القنابل صنعت في أمريكا والطيارون تدربوا في الولايات المتحدة ويعاد تزويد الطائرات بالوقود أمريكيا قادة اليمين الأمريكي هناك إنها حرب واشنطن المتظاهرون يساندون الشعوب من فنزولا وأوكرانيا إلى العراق وسوريا واليمن تنسيق عمليات الإرهابيين والمرتزقة في سوريا اليوم يجري في القواعد الأمريكية المنتشرة في تركيا والأردن وإسرائيل الثقة بالإعلام العام تضع والسوريون يشعرون مع سواهم بتغييب قضيتهم عن الرأي العام لا يوجد تغطية إعلامية أبداً أبداً لكل شيء يحصل من الضرب في اليمن لضرب في سوريا للي يحصل بفنزولا مع كل الأسف كانوا في أوامر مخابراتية أن يلغوا كل التغطية حتى يدروا يكملوا يضربوا بالظلام ملك السعودية يدع أمواله في البنوك الأمريكية يشتري الأسلحة الأمريكية تتضخم ثروات المتعاقدين الأمريكيين ويقتل أهالي اليمن أوقف التدخل في شؤون العالم أوقف التسليح أوقف الغارات أوقف قتل الأبرياء صيحات يطلقها المنوؤون الحرب واليوم ضموا صوتهم إلى شعب اليمن نزار عبود نيويورك الميادين سادفت المقاومة بالمدفعية الثقيلة تحركات مسلحي داعش في شعبة الصهريش في جرود القاع وفي جبل حوارتة في جرود رأسي بعلبك ما أدى إلى سقوط قتل وجرح في صفوف المسلحي يأتي ذلك بعد ساعات على سقوط عدد من مسلحي داعش بين قتيل وجريح في اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري وحزب الله في جرود الجراجير مرسلنا أفاد بفرار عدد من المسلحين في ظل التقدم الملحوظ للجيش السوري وحزب الله شمال كورنة شميس إحصان وكورنة شعبة المسطور شمال كورنة شمال كورنة شمال KuRN شمال كورنة شمال كورنة شمال كورنة بطلع حقًا ينة أفها wake up ت LIBE موسيقى قيادي في وحدات حماية الشعب الكردية أكد أن الوحدات سيطرت على بلدة سلوك القريبة من مدينة تل أبيض وأنها في طريقها لتحرير المدينة من سيطرة داعش والتي تعد مدينة تل أبيض أهم معبر حدودي لداعش مع تركيا مصادر مطلعة قالت للميادين أن هناك انهيارا كاملا في صفوف داعش بريفة الأبيض وقد حررت الوحدات الكردية عشرين قرية خلال الساعات الماضية وقتلت العشرات من داعش وعلى الحدود مع تركيا حيث هرب ألف السكان إليها بسبب المعارك استخدمت قوات الأمن التركية خراطيم المياه وأطلقت العيارات التحذيرية لإبعاد ألف السوريين من معبر حدودي السوريون كانوا ينتظرون خلف سياج شائك عند معبر أقجى قلع الحدودي في جنوب شرق البلاد ويصل مزيد من السوريين من بلدة تل أبيض ما يرفع درجة التوتر عند المعبر حيث تمنع القوات التركية وأي سوري من الدخول يحقق الكرد إنجازات ميدانية لافتة في ريف عين العرب إلى بقية القرى فرقة وغيرها تبدو هذه الإنجازات وكانها مواكبة لجهود في السياسة تهدف إلى استكمال مشروع الدولة الكردية في الميدان كما في السياسة تكاد ترتسم معالم دولة كردية وليدة فعلى الأرض يحقق الكرد إنجازات سريعة وبدعم غربي ملحوظ وسريع بدوره استعادوا كذلك مئات القرى التي كان قد احتلها داعش وباتوا يهددون معقل التنظيم الإرهابي في الرقة الجغرافية تقول الكثير وتشرح ما ينقل عن بعض الشخصيات السعودية الرفيعة حول كردستان الكبرى التي تتظهر معالمها من الحدود المشتركة للدول التالية إيران وتركيا وسوريا والعراق الحديث عن هذه الكردستان الكبرى يدغضغ من دون شك الحلم القديم للأكراد بإقامة دولتهم المستقلة منذ الحرب العالمية الأولى تضج المنطقة بالفوضى فربما هي الفرصة الكردية لم تغب عن الأذهان بعد الزيارة الشهيرة الشهر الماضي لمسعود البرازان إلى واشنطن رئيس أقليم كردستان حمل علنا مشروع الدولة الكردية ووضعه على طاولة باراك أوباما لكن الرجل عاد خالي الوفاد على الأقل في العلن فصحيح أن البيت الأبيض أصدر بيانا حينها يتحدث فيه عن العراق الموحد لكن الكونغرس كان يغرد بالانقسام العراقي مع تصويته على قانون يسمح بمنح المساعدات الأمريكية مباشرة إلى المكون الكردي أو السني من دون المرور بالحكومة العراقية المركزية ليكتمل المشهد مع رحلات سياحية سياسية تنظمها حكومة كردستان لأعضاء في الكونغرس الأمريكي للترويج لمقومات دولة كردية منفتحة وتتمتع بازدهار اقتصادي فيعود مشروع جو بايدن يلوح في الأفق كل هذه الجهود تصب في النهاية في الدوائر البحثية القريبة من إسرائيل مثل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية والحديث الكثير فيها في هذه الأيام عن عمق العلاقات بين أقليم كردستان وإسرائيل يستقبل البرزان الشهر الماضي فريقاً إعلامياً من القناة الثانية الإسرائيلية ويعطيه للمرة الأولى مقابلة وللمرة الأولى أيضاً يدخل الأكراد البرلمان التركي من الباب الانتخابي العريض اكتمل التواجد الكردي عند حدود الدول الأربع المعنية سوريا والعراق وإيران وتركيا وجميعها على حالة عداء مع إسرائيل والبرزان في مقابلته يدعو إلى عودة العلاقات الطبيعية مع إسرائيل إلى سابق عهدها على قاعدة دولة مقابل دولة وفي السويدة يجري تشكيل فصيل المسلح تحت مسمى درع الوطن بقيادة العميد المتقاعد نايف العاقل هذا الفصيل مهمته القيام بأعمال الحماية الذاتية للقرى والبلدات والحراسة الليلية وتنفيذ مهام المؤازرة للجيش السوري في الأماكن التي يطلب منه ذلك داخل حدود المحافظة وقد انتسب نحو ألف شاب إلى فصيل درع الوطن أعيد تمثال السيدة العذراء إلى مكانه الأصلي في مدينة معلولة في ريف دمشق إضافة إلى قطع أثرية أخرى منها أجراس تاريخية كانت التنظيمات الإرهابية المسلحة استولت عليها وذلك بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة جوهانسبرغ التي تنطلق اليوم متحديا بذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية هذه القمة ستناقش عدة موضوعات من بينها بحث انسحاب دول الاتحاد من المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن قضايا أمن القارة الأفريقية كما تبحث الأوضاع في بروندي وجنوب السودان وقضية الهجرة وفي الجزائر عقد حزب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس مؤتمره التأسيسي لينضم رسميا إلى صفوف المعارضة حزب طلائع الحريات أبصر نورا فيما تعد أحزاب السلطة نفسها لتشكيل قطب سياسيا على شكل تحالف لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة أسامة عبد المور من باب المعارضة اختار حزب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ولوج النشاط الحزبي والسياسي في الجزائر حزب طلائع الحريات قيد التأسيس يسبو إلى السلطة في وقت ترس أحزاب السلطة صفوفها استعداد للتحالف السياسي يحمي برنامج الرئيس بوتفليقة إن إن شاء حزب سياسي في هذه الظروف بالذات التي تمر بها بلدنا هو إذن القبول برفع التحدي إننا في الطلائع نقبل إذن برفع هذا التحدي ومواجهة المحن والشدائل التي تنتظرنا وبذل التضحيات المطلوبة مننا في المقابل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وبعدما استكمل ترتيب بيته الداخلي واستقطاب وزراء صيادين رد أمينه العام على انتقادات المعارضة ووصفها بالمشتتة حبينا تكون معارضة بيكون نقاش وطني حول مسائل لتهم البلاد حبينا تكون معارضة بيش تقدم بدائل حبينا تكون معارضة عندها برامج وين المعارضة معارضة رفع شعار واحد لا المعارضة الجزائرية ترفض الجلوس على طاولة الحوار حول دستور توفقي بسبب مواقفها من شرعية الرئيس بوتفليخة وتشترط الدخول في مرحلة انتقالية تحت مسمى الشغور في رأس السلطة لكن أحزاب الموالات رفضت هذا الشرط جملة وتفصيلا يجب أن تكون المعارضة بناء لأن أساس الدول القوي هي تكون فيها معارضة قوية تكون فيها سلطة قوية ومعارضة قوية لأن تكون هي مرآة يعني كمان لاحظنا مثلا أنا في بريطانيا نشوفوا بأن المعارضة تشكل حكومة ظل يعني حكومة بديلة لم تستطع المعارضة تحقيق تكتل قوي بسبب صراعات الزعامة بين قياداتها في حين لم تتفق أحزاب الموالات بعد على شكل التحالف المرتقب بدأت في الجزائر إذن بحسب مراقبين تجذبات وسياسية وحرب المواقع فبعد قرب ميلاد دستور جديد يؤسس لحكم الأغلبية أو وفاق وطني الكرة بحسب مراقبين دائما في ملعب المعارضة المطالبة أساسا بالتنظيم والتكتل والحوار لتقديم البدائلة ونبقى في الجزائر فقد توفي رجل متأثرا بجراح نصيب بها في أعمال عنف دارت في منطقة غردايا جنوب البلاد هذه استضامات تجددت بين الشبان مساد عن تشارة قوات مكافحة الشغب والتي استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم وأسفرت استضامات أيضا عن أربعة جرحة آخرين بحسب وكالة الأنباء الرسمية ودانت الجزائر بشدة عملية اختطاف الموظفين أو الموظفين التونسيين في القنصلية التونسية بطرابلس وعدتهم انتهاكا سافرا للقوانين الدولية هذا وأكد رئيس لجنة الأعلام في المؤتمر الوطني الليبي محمود عبد العزيز أكد أن الدبلوماسيين التونسيين المختطفين بصحة جيدة وسيتم الإفراج عنهم قريبا وأشار إلى أن الجهة التي اختطفتهم لا تريد فدية أن ما تريد معرفة السبب القانوني لإيقاف القيدي في فجر ليبيا وليد القليبي بتونس أكد رئيس الإيراني حسن روحاني أنه يمكن التوصل إلى الاتفاق النووي إذا بقي الطرف المقابل ملتزما بما تم الاتفاق عليه ولفت روحاني إلى إمكانية تنفيذ إيران للبروتوكول الإضافي لكنه شدد على أنها لن تسمح أبدا بالوصول إلى أسرارها بحجة ذلك هناك أمر مهم هو أن إيران لن تسمح أبدا بسقوط أسرارها في أيدي الآخرين بذرعة تطفيق البروتوكول الإضافي أو أي اتفاقية أخرى ما يهمون أن نثبت للعالم أن الاتهامات بأن إيران تسعى للقنبلة النووية لا أسس لها من الصحة دشنت المرشحة الأمريكية هيلاري كلينتون في نيويورك حملتها الانتخابية وكشفت عن أجندتها كلينتون في أول مهرجان انتخابي لها دعت إلى خفض الضرائب على أبناء الطبقة المتوسطة وإلى توفير تعليم مرحلة ما قبل المدرسة للجميع وشرحت بنود أجندتها الخاصة بتكافئ الفرس والحقوق المدنية لجميع الأمريكيين كما وعدت بالمحافظة على قيادة أمريكا للعالم ومواجهة تحديات روسيا وكوريا الشمالية وإيران وتهديدات تنظيم داعش والآن لنا إلى أبرز ما عنونته بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع الزميل أحمد عبد الله أحمد صباح الخير صباح الخير دينا شكرا أهلا بكم التعقيدات التي تسبق مشاورات جناف حول الأزمة اليمنية والتي من المفترض أن تنطلق غدا بالإضافة إلى احتدام المعارك بين وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم داعش على مشارف تل أبيض عنوين تصدرت أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم نبدأ من سوريا وتحديدا مع صحيفة الوطن وفيها مطار الثعلة أمن وارتياح شعبي في السويداء بعد إفشال هجوم الإرهابيين عليه الدفاع الوطني في سلامية يسيطر على تلال ومزارع مطلع على الرسن وألف مقاتل جديد من لواء القدس الفلسطيني إلى جانب الجيش السفير علي يشكر الجيش اللبناني لإعادة مصروقات ضبطت في عرسال تمثال سيدة السلام العذراء يعود إلى مكانه في مدينة معلولة لحام أجرس الكنائس والمآذن في سوريا ستظل تصدح بالدعوة إلى الحياة الجديدة صحيفة الخليج الإماراتية عنونت خلافات بين الحثيين وصالح حول جناب المتمردون يتقهقرون في تعز بعد مقاومة عنيفة الزحف الكردي على مشارف تل أبيض وتركيا تقمع النازحين توتر بين البشمرقة والحشل الشعبي في العراق أما صحيفة الثورة اليمنية فجاء في أبرز عنوينها العدوان يواصل سقوطه في أكثر من موقع ثمانية عشر شهيدا وعشرة الجرحة إثر قصف الطيران السعودي على عدد من المحافظات مصدر في أنصار الله من يعيق الحوار اليمنية اليمني هم دول العدوان العميد لقمان الجيش واللجان الشعبية يسجلون أروع الملاحم في ردع العدوان استهداف مواقع العدو السعودي بالصواريخ وقذائف المدفعية ننتقل إلى صحيفة الرأي الأردنية وفي أبرز عنوينها معركة مرتقبة بين الأكراد وداعش في تل أبيض واشنطن لا تنوي إقامة قواعد عسكرية في العراق الحثيون يرفضون الذهاب إلى جناز التحالف يقصف تعز من الرأي الأردنية ننتقل إلى الصباح الجديد العراقية وفيها الأعباد حررنا مساحات ومدن أضعاف ما خسرناه في الرمادي أكد البدء بالتخطيط لمرحلة ما بعد طرد داعش الكونغرس الأمريكي يرفض إرسال قوات مسلحة إلى العراق وأيضا في الصباح الجديد روحاني إيران ليست لديها قواعد عسكرية في العراق أما النهار الكويتية فعنوانات الأعباد يحذر العراقيين من مخططات التشرذم الطائفي الكونغرس الأمريكي يرفض ضرب داعش أخيرا مع نوين صحيفة الوسط البحرينية وفيها أهالي المتهمين بخلية الواحد وستين إسقاطوا جنسية أبنائنا لا يلغي انتماءهم لأرض البحرين روحاني لن نسمح بتعريض أسرار الدولة للخطر عبر التفتيش المعارض الكويتي مسلم البراك يضرب عن الطعام احتجاجا على حبسه انفراديا مع نوين صحيفة الوسط البحرينية نصل إلى ختام هذه الجولة على أبرز عنوين الصحف عود إليك دينا شكرا لك أحمد